ومن هذه الفوائد نجاة الأمة من الفتنة والفساد الفتنة والفساد أن لا يوالي المؤمن الأخاه المؤمن إن اكتلاء مؤمن يوالي كافرا على حساب أخوه المسلم هذا من أعظم الفساد لشان كده ربنا عز وجل بيّن أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض لما تلاقي مسلم يوالي منافق يبقى زيه لما تلاقي مسلم يوالي كافرا يبقى زيه ومن الشرط يكون زيه في كفره من كل وجه لكن يكون متشبها به يكون معه نسأل الله السلامة ولهذا قال الله عز وجل في هاتين الآيتين في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علاقه من بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير قال الإمام بن جرير الطبري رحمه الله فبين أن أولى التأويلين بقوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الضمير هنا أعيد على إيه؟ إيه كلمة تفعلوه؟ قال تأويل من قال إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين تكون فتنة في الأرض الفتنة أعظم الفتنة أن يرى الإنسان المظلوم ولا ينصره أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر